إبراهيم فيما يتعلق بآخر التطورات العسكرية وبالتحديد في آخر معقل من معاقل تنظيم الدولة في سرطة الجيزة البحرية ماذا لديك؟ نعم تجددت الاشتباكات منذ صباح هذا اليوم في المعقل الأخير لتنظيم الدولة في حي الجيزة البحرية وعمارات الستمائة اليوم الاشتباكات كانت على أشدها حقيقة تعتبر من أعنف الاشتباكات التي دارت في مدينة سرطة الاستمائة التي أظهرها التنظيم في هذا اليوم كبيرة جدا حقيقة قوات البنيان دخلت اليوم من أكثر من محور في المعقل الأخير لتنظيم الدولة تقدمت قوات البنيان في بعض الأجزاء في نهاية رقم ثلاثة لا زال الخناق ديق معركة بعد أخرى في مدينة سرطة التنظيم اليوم استخدم ثلاث سيارات مفقخة تعاملت قوات البنيان المرصوص مع سيارتين مفقختين فيما قام الطيران بالتعامل مع الطائرة الثالثة كان هناك عدد من الغارات اليوم في مدينة سرطة أو تحديدا في المعقل الأخير للتنظيم في حي الجيزة البحرية وكذلك في عمارات الستمائة آخر معاقل تنظيم الدولة نتج عن هذه الاشتباكات تسعة شهداء وصلوا إلى مستشفى مصرات المركزي وكذلك أربعين جريح الذين وصلوا إلى مستشفى مصرات المركزي العدد الحقيقة هو ربما أكثر من أربعين جريح لكن أغلب الإصابات البسيطة عادت إلى جبهة القتال ولم تصل إلى مستشفى مصرات المركزي أيضا في المقابل هناك عدد أكثر من عشرة قتلة في صفوف قوات البنيان المرسوس من بينهم أحد أبرز القناصين في تنظيم الدولة وهو سوداني الجنسية وأخبارنا المقاتلون بأنه تم تعرف على هذه المعلومة بالتجسس أو الدخول على موجة لسلك التي يستخدمها التنظيم وتم معدفة هذه المعلومة كون هذا الشخص يعتبر أحد أكبر القناصين أو أكبر القيادات في التنظيم من ما تبقى من التنظيم الموجود في مدينة سرط وأيضا اسمح لي بأن أستضيف هنا معي السيد محمد جنونو المقدم طياغ حدث باسم غرفة عمليات طوارئ الجوية لأن نتحدث أكثر عن دور سلاح الجو في عملية البنيان المرسوس في هذه أو فيما تبقى من مدينة سرط سيد محمد نتحدث عن ما تبقى للتنظيم في المدينة ودور سلاح الجو في التعامل في هذه المساحة الضيقة أهلا وسهلا بك أستاذ الفاضل وبزملائك الكرام وبجميع وبأسرة القناة الموقرة وبمشاهدين هذه القناة في ربوع ليبيا تحية لكم ولجميع العالميين الشرفاء ولجميع الليبيين الشرفاء وتحية خاصة لأبطال قوة البنيان المرسوس ولكل ليبي يسعى في سبيل قيام ليبيا الوطن ليبيا الوحدة الواحدة نتحدث الآن عن دور سلاح الجو في ما تبقى من مدينة سرط ربما هي المساحة التي تقدر الآن بكيلو متر ونصف مربع نترحم على أرواح شهداء قوات البنيان المرسوس ونتمنى الشفاء العاجل لجرح قوات البنيان المرسوس وفيما يخص دور السلاح الجوي وما حققه وما زال يقوم به كما نعرف وكما يعرف الجميع أن السلاح الجو له دور رئيسي في هذه العملية ولازلنا على نفس القدر من العطاء ومن العمل فدورنا هذه الأيام طيران الاستلاح الجو الليبي طيران الاستطلاع المسلح لتغطية ظهر القوات ومتابعة الفلول الهاربة من التنظيم وطيران النقل سواء الـ 117 وطيران الانتينوف لنقل الأطقم الطبية والمعدات والجرحة والمصابين من المستشفى الميداني إلى المستشفى المصراتة عن طريق موابط الكلية الجوية وفيما يخص طيران الدعم الدولي توجيه ضربات جوية أمام القوات حسب ما تقتضيه الحاجة هذا اليوم بالذات طبعا تعرفونا كما سلفت الذكر الأستاذ الفاضل أن تقدم هذه القوات والشغل هذه القوات في الجبهة هذا اليوم سبقته ضربتين جويتين من سلاح الدعم الدولي استهدفت سيارة مفخة واستهدفت قناصين مشاء وفيما يخص سراح الجو الليبي نفذنا أربع طلعات استطلاعية ثلاث طلعات استطلاعية كانت وصلت إلى جنوب سلط إلى جنوب قاعدة القردبية بمحادات طريق النهر جنوب الوشكا وبوغرين ومنطقة مصراتة جنوب مصراتة وزليتن والخمس والمنطقة الساحلية وفيما يخص طيران النقل نفذ طيران النقل هذا اليوم خمس طلعات ثلاثة رحلات اللي هي الطائرة العمودية 117 لسعاف ورحلتين للطائر الانتينوف اللي تم بواسطتهم نقل الجرحة والشهداء من المستشفى الميداني إلى مهبط الكلية الجوية مصراتة طيب هناك تتوارد بعض الأنباء عن ربما تحركات لعناصر من التنظيم في محيط مدينة سرت هل رصد طيران طيران الكلية الجوية هنا بمصراتة هل رصد أي تحركات لتجمعات أو لحركة سيارات لتابعة لتنظيم الدولة في هذه المنطقة الصحيح هو دورنا أساسي في هذا الموضوع من مدة 15 يوم إلى هذه الساعة طيران بصفة دورية واستطلاعية وإذا كان طلبت غرفة العمليات حسب الحاجة فأغلب المواقع اللي الآن تركيز عليها اللي هي أكتر من مرة وخاصة في أتناف فترة الليلة والصباح الباكر قبل الفجر حركة مشبوهة ومحاولة اطلاق نار في منطقة وادي بي اللي هي طريق اللود الرابطة بين بوغرينو والجفرة وبعض الاستقافات حسب المعلومات اللي ترد إلينا ولكن لم نتأكد منها الآن اللي هي في جهة جنوب وادي مراح وجنوب القرضبية طريق النهر بالدد شكرا جزيلا لك سيد محمد قنونو المتحدث بسبب غرفة عمليات الجوية نعم إذن ربما الآن تحدثنا عن دور سلاح الجو فيما تبقى من مدينة سيرت وكذلك دورة طلعات الاستطلاعية في محيط مدينة سيرت وفيما يخص عملية البنية المرصوص على الأرض يعني المقاتلون يؤكدون بأن ربما مسألة الحسم هي فقط نعم إبراهيم مسألة ساعات الآن التعامل مع قناصة متمركزين على الأسطح وكذلك يعني مع السيارات المفقخة كما أكد أيضا السيد محمد الغسري العميد محمد الغسري المتحدث باسم غرفة البنية المرصوص بأنه لا شيء يعرق تقدم القوات إنما الآن هي استراتيجية فقط لتقدم بأقل الخسائر وإنهاء هذه المعركة وسنتبع معك التطورات أول بأول مرسلنا إبراهيم العبدلي كنت متحدثا إلي عبر الأقمار لاصطناعية شكرا جزيلا لك